كشفت مصادر صحفية عن صفقات مشبوهة بين وزارة النفط في العراق وشركة تشيكية غير رصين المصادر قالت أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة تشايتينغ الهندسية التشيكية لتدريب كوادرها حيث يسمح العقد بمضاعفة مبالغ التدريب لتقاسم الأموال بين المتنفذين بالوزارة وأضافت المصادر أن شركة تشايتينغ الهندسية تدعي أنها امتداد لشركة تشابوس التشيكية حيث تعمدت استئجار مكتب في ذات بناء الشركة الأصلية للإهام بأنها ذات الشركة أكدت المصادر أن الشركة الجديدة أسست برأس مال 7000 يورو ولم تحصل في أي وقت سابق على شهادة الجودة الآيزو بينما كانت الشركة الأصلية قد بيعت لعملاق النفط الروسي OMZ وتم ترك روابط أو رابط موقع الشركة شاغرا فتم شراؤه من هؤلاء الأشخاص استعماله بصفقات مشبوهة مع وزارة النفط بالعراق ترجمة نانسي قنقر